كمنذ وقت طويل الديمقراطيون هم سياسيون خرقاء سياساتهم سيئة فضيعة حدودهم مفتوحة يسمحون بالجرائم تدفق المخدرات مدن الملاذ يحبون مدن الملاذ هؤلاء سياسيون خرقاء ولكنهم أشرار هم الأسوأ نعم ربما يتعلمون الشر لكن الديمقراطيون دائما ما يوحدون صفوفهم ولكن ثلاث ديمقراطيين صوتوا لصالحنا ولم يصوت جمهوري لصالح الديمقراطيين وبالمناسبة هذا منذ أكثر من مئة سنة الجمهورين عرف عنهم الفرقة والتفرق ولكن لدينا حزب جمهوري رائع وعلينا أن نغير ذلك علينا أن نفوز بمجلس النواب ستحظون بأفضل رعاية صحية حققنا نصرا جديدا تم الآن الجزء الأسوأ من نظام أوباما كير تم التخلص منه تم رفضته المحكمة قلت في خطابي ورسالتي لنانسي بلوسي أنه من خلال المضي بإجراء المحاكمة فإنك تكونين قد حنثت بيمينك وأعلنت حربا مفتوحة ضد ديمقراطية ولكنك رغم هذا الاستعراض وإزدراؤك للآباء المؤسسين وأفعالك الفضيعة أنت تهددين بتقويض العهد أنتم من تتدخلون في الانتخابات الأمريكية أنتم من تقويضون الديمقراطية الأمريكية نحن لم نرتكب أي خطأ هذا مجرد عذر وهذه مجرد ذريعة أنتم من تعرقلون العدالة أنتم من تلحقون الأذى والضرر والمعاناة بشعبنا من أجل مصالحكم الشخصية إذن نحن ومن نقوم به من إجراءات لتخفيض أسعار الأدوية والتخلص من هذه الفضاء على الحدود أسيدة بخير؟ نعم هي بخير شكرا بعض هؤلاء الحاضرون ينتظرون منذ ثلاثة أيام إذن هي ستعود إذن عيد ميلاد سعيد إذن ما فعلوه بهذه الإجراءات وعندما نتابع خطابات هؤلاء الأشخاص ويقولون نعم أنت خرقت الدستور أين الخطأ؟ لا يعرفون ليس لم إذن هذه أول إجراءات عزل لا تستند إلى جريمة كنت أقول لهم ما الذي فعلته؟ قالوا لا نعرف أنت خرقت الدستور إذن كل هؤلاء المتذاكين قالوا أنه لا يوجد جريمة ليس هناك جريمة أنا الشخص الأول الذي أحاكم برلمانيا دون وجود جريمة إذن هم يقولون أنه أشبه بمحاكمة البرلمانية أنا أنظر إليها باعتباري حقبة سوداء قاتمة في تاريخنا أنا أستمتع بوقتي لا أعرف عنكم لكنني أستمتع فعلا بوقتي ولكنني أعرف أن لدينا مجموعة رائعة تقف خلفنا في الحزب الجمهوري نعم لدينا مجموعة مميزة من الأشخاص في مجلسي النواب والشيوح يقومون بعمل رائع لذلك أنا لست قلقا لأنه من الجيد عندما لا يرتكب الشخص خطأا فأنه يشعر بالراحة والارتياح لكنهم قللوا وزهدوا في إجراءات المحاكمة الآن إذن هذه مسؤولية مقدسة وهذا منصب مقدس أي شخص يصل إلى منصب الرئاسة ويجري مكالمة هاتفية فإنه قد يتعرض للمحاكمة بغض النظر عن الرئيسي وبغض النظر عن المجلسي النواب من يسيطر عليه لكنني أعرف أن الأمريكيين سيخرجون بعشرات الملايين ليطردوا نانسي بيلوسي من رئاسة مجلس النواب ولكن الأمر كارلين مالوني عضو كونغرس من منهاتن أنا سعدتها في سباقي الانتخاذ وقدمت مساهمات كثيرة على مدى السنوات الماضية لها وطبعا في منطقة منهاتن إذن قدمنا مساهمات مالية وذهبت للترشح الشخص الأول الذي رأيته كارلين مالوني رفعت يدها وقالت أنني أصوت لصالح عزل الرئيس فقلت لها أعيدي لأموالي أعيدي لأموالي التي قدمتها لك ثم هناك دينجل هل تعرفون دينجل دينجل من ميتشيغان هل تعرفون دينجل هل سمعتم بهذا العضو إذن دبي دينجل اتصلت بي قبل ثمانية أشهر بشأن زوجها أنا ما عملتهم معاملة رائعة هذه العضوة اسمها دينجل قدمت لهم كل شيء لم لم لا أريد شيئا مقابل ذلك اتصلت به و قالت أن أنك قدمت لي أفضل شيء يقدمه إنسان كانت تنظر إلي وتشكرني وتشكرني قلت لها لا تقلقي لا بأس لا بأس عليك لكن أعطيته قدمت له أفضل معاملة A plus تصلت به ولن أتطرق إلى الحديث الذي قالته لكن ما أقوله كان كان أعظم شكر قدمته لي كان ذلك في شهر فبراير الآن يتحدثون عن هذه المحاكمة الزائفة قالت علينا أن نبحث في الأمر بجدية لأن الرئيس يمكن أن يكون قد انتهك الدستور وأنا لست سعيدة بذلك لأنني أحب بلدي أحب شعبي أحب كل شيء نظرت إليها وكانت مخلصة صوتت لصالح عزلي من هؤلاء الذين سيخرجون عبرت خدعة مولر وبرئت بالكامل ولم يذكروا ذلك في جلسات المحاكمة محاكمة لو رأوا لو وجدوا شيئا ولو ضئيلا ما الذي فعلته نحن لكنهم لا يذكرون الأمر على هذا النحو قالوا نعم أنا هكذا شف واللصوص الذين معه إذن قلت أسدو إلينا خدمة إلينا ليس لي نريد منكم خدمة من أجلنا قلت أن الولايات المتحدة والنائب العام الأمريكي سيتحدث إليكم وهذا أوكرانيا معروفة بتفشي الفساد إذن ترشح الرئيس الأوكراني على أجندة تحارب الفساد إذن كل ذلك كل ذلك كان يحدث في أوكرانيا إذن هو وصل فاز بالرئاسة على هذا الأساس إذن كرروا ذلك آلاف المرات لذلك والجمهوريون كانوا يصحيحونهم وأنا استخدمت كلمة أس يو أس الولايات المتحدة الأمريكية ثم فاصلة لكنهم لم يذكروا ذلك قالوا اصنع لي خدمة اصنع لي صنيعا قدم لي لي خدمة ويقولون في شهاداتهم الرئيس قال في مكالمته قدم لي وليس لنا خدمة ونائب العام الأمريكي وهؤلاء يريدون محاكمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية برلامانيا بلا جرير أعرف ما يحدث ثم إذن الرئيس رئيس الأوكراني وهو شخص كفو قال لم يكن هنا لك أي ضغط ولم أجبر ولذلك كان ذلك قاصما لديمقراطيين وكذلك مسؤول أوكراني قال أنه لم يكن هنا لك أي ضغوطات كان ذلك قاصما مرة أخرى إذن ما فعله الديمقراطيون قبل أيام إذن حاولوا القول بأنه ليس شخصا قويا وأنه ضعيف استخدموا كلمة ضعيف وأنه خضع لسطوة ترامب هذا منتهى الإساءة شخص يصبح رئيسا لبلد وبلد كبير يتطلب رئيسا صارما ولكنهم وصفوه بالضعف إذن هؤلاء الأشخاص هؤلاء غير أمناء إذن الديمقراطيون في مجلس الشيوح سلموا سمعتهم وتخلوا عن سمعتهم وبدوا كالمغفلين ونعم هناك بعض الأسماء الكبيرة لكنهم تخلوا عن شرافهم وتلقوا وسيتلقون ضربة قاصمة في صنديق الانتخابات في شهر نوفمبر القادم نعم كان في عام 2018 أنا لم أترشح لم أترشح تعرفون أنا لم أترشح طبعا نحن فزنا بمقعدين في مجلس الشيوخ والإعلام لم يغطي نحن قمنا بتعيين 171 قاضيا فدراليا بما في ذلك في محاكم الاستئناف وسيصل العدد إلى 182 قاضيا والشكر والفضل يعزى للرئيس أوباما الذي أورثني هذه المناصب الشاغرة قلت طبعا قالوا أن ما يمكنك التركيز عليه هو قضاة المحكمة العليا وفعلا نجحنا في تعيين قاضيين في المحكمة العليا رائعون كافينو وكورسيج شخصان رائعان وماذا بشأن المعاناة التي تعرض لها القاضي كافينو بتهمة مختلقة ذلك مشين ما مر به ذلك الشخص طبعا تذكروا ذلك في شهر نوفمبر مر وقت طويل على ذلك طبعا عشر أشهر في حياة ترامب هي أشبه بالأبدية البعض بدأ يهنئني أقول لا تستعجلوا سيكون إذن ما مر به ذلك الرجل فضيعا وما مرت به عائلته كانت فضيعة وتم سرد تلك الأقاويل والقصص والروايات وطبعا ذلك القاضي كان يتعين عليه مقاضات من اتهموه إذن نريد استعادة مجلس النواب وسنحافظ على أغلبيتنا في مجلس الشيخ ستحظون بأفضل رعاية صحية وستحظون بأفضل قضاء وطبعا وطبعا علي أن أتحل بصدق لأنه إذا حرفت فالإعلام سيصفونني بدمية بونيوكيو كناية عن الكذب لكن ما حدث هو أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت أن أداءه وإنجازه على صعيد القضاء وتعينه للقضاء كان مذهلا طبعا أنا أحيانا أقول أن الجيش هو الأهم والقضاء هو الأهم إذن هنا لك من يقول أننا خلفنا الميزانية فأقول لهم لا تقلقوا إذا ما تعرضنا للاعتداء فالموازنة لن تسعفنا لذلك جيشنا الأفضل وقضاتنا الأفضل أسعار الأدوية انخفضت للمرة الأولى منذ 51 عاما انخفضت أسعار الأدوية وبدون مساعدة من الديمقراطيين لو ساعدوا لا تمكنت من تخفيض أسعار الأدوية بنسبة بمعدل 40 إلى 50% أيضا حاكم ولاية فلوريدا راندو سانتس بإمكانه شراء الأدوية من دول أجنبية حيث أن أسعار الأدوية أدنى بمعدل النصف ويمكننا السماح لولاياتكم بذلك إذن هذا ما حققنا الجميع في أمريكا يستطيع أن يرى المحزلة الزائفة بلوسي وشيف يختلقون الأقويل ويقومون بهذه الاستعراضات وجون ستيفنوب قال أنه كان يدافع عني أدلى بتصريحه ولكنه كذب إذن اختلق الأمر وهذا طبعا ما دفع نانسي إلى التعليق على ذلك لكن كل ذلك سينتهي قريبا وسنحقق نصرا رائعا ساحقا للجمهوريين في مجلس النواب شكرا 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 إذن هكذا هو الأمر لدينا أعظم بلد حولنا مسار السفينة نحن بحاجة إلى أربع سنوات أخرى إذا شكرا 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 شكرا